مساء الخير يا رب تكونوا بخير ازيكم حبيبي عاملين ايه وحشتوني جدا 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 نهاردة هنعمل مع بعض الرز الريزو وهنعمل كمان الفراخ الروستد بطريقة لذيذة جدا وسهلة ومش هتاخد مننا حاجة خالص بجلد طعمه يجنن وان شاء الله ما قادرها وحاجاتنا تكون عندنا دي دبابيس فراخ وعندي كمان اجناحة الجناح هقطعه هوريكو دلوقتي هقطعه ازاي هفصل الاتنين من بعض هسيب ده الوحده ده الوحده هقطعه كده بالمقص شايفين دي الوحدها ودي الوحدها بصوا من عند الحتة اللي اتقطعت هبدأ افصلها كده من العدمة بالشكل ده هعمله زي كأنه ده بص صغير زي دبابيس الفرخة كده على صغير شايفين ازاي بيبقى بالشكل ده بيبقى لذيذ جدا شايفين هقطع تاني هوت هفصل الجناح ده من ده هسيب ده الوحده وده هبدأ اخليه بالمنظر ده من العدم اللي حواليه والجلد كله ونزله لتحت كده بحس يبقى عامل زي الدبابيس اهو شايفين فكرته عاملة ازاي بالشكل ده هعمل بقى كل الكمية اللي معايا بالشكل ده بتاعت الاجناحة كلها هعملها بالشكل ده تمام الدابيس كمان هنعمل فيها ايه هنخرمها بالشكل ده بحيث عشان التدبيلة تدخل فيها كده وتتغلغ الجواها والتاخد اللحم ياخد طعم التدبيلة كويس وبرضو هقطعها من نفس المكان اللي انا وريتكم منه هوريكه دلوقتي بحيث برضو يكون الدبوس كده شايفين برضو بقطعه كده ببقى شكله لزيز جدا واقدر امسكه وانا بتبله واقدر امسكه وانا بحطه في النار بيبقى ساهل علي تمام واحنا مخرمينه كده شايف خرميه كده بالسكينة عشان التدبيلة تتغلغ الجواه هعملهم بالشكل ده كلهم شايفين ازاي هيبقى شكله لزيز جدا تعالوا بقى نعمل التدبيلة بتاعتنا اللي هننقع فيها الفراخ اه ده دمج كده من اللبن ودي توابل اه بابريكا على ملح وفلفل وطوم بودر بصل بودر شوية قرفة تمام هنا ده معلقة مسترده ومعلقة كاتشاب بسدي ناكه حلوة جدا للتدبيلة وكمان شوية دبس رمون وهنقلب المكونات دي كده ببعض وما ننساش كمان نص اللمونة قال ليه بقى المكونات دي كده ببعض كويس قوي وهننقع فيه الديابيس بالشكل ده هتقعد فيها كده وكمان الاجنحة هتقعد فيها كده بتاع ساعة ولا حاجة تطعم كده من التدبيل او كمان لو تعملها من بالليل وتصبحي تسويها الصبح بيكون افضل طبعا تمام للدقيق بقى هنجيب شوية دقيق عليه معلقة نشا وهنحط كل التوابل دي عالدقيق نفس التوابل شوية ملح وفلفل وبابريكا وبطاقتون بودر بصل بودر وشوية كوركم تمام وسوى التوابل مشكلة هنضفهم للدقيق طلعت معنا الفراخ بعد ساعتين كده وهبدأ احطها كده في الدقيق اللي احنا تبلناه وحطنا له كل التوابل ومعلقة النشا وهنطلع في طبق ايه تاني كده تدبيلة دي يا جماعة طحفة بجد طبعا فيه بتبقى الكوفر بيبقى متماسك كده وتقيل ده بيجي نتيجة من انا اخد بعد ما عملت كده في الدقيق ارجع تاني للتدبيلة اللي انا كنت نقع فيها الفراخ ارجع فيها قبل لها فيها تاني وارجع حطها تاني في الدقيق المبخر بالشكل ده تعمل لي طبقة سميكة غلاف سميك كده على الفراخ بتاعتنا طبعا الطريقة دي تنفع في الستريبس تنفع في الوراكل العادية مش الدبابيس تنفع في الصدور في البانيه ما فيش اي مشكلة نفس الطريقة دي والمقادير والتدبيلة دي تتبعوها في كل حاجة تعملوها زي البانيه تمام اهو ضفت واحد تاني رجعتها في التدبيلة وحطتها برضو في الكوفر بتاع الدقيق عايزة كل ما تحب ان هي تبقى سميكة اكتر تعمليها مرتين او تلاتة انا هستكفي بالنهاية تعمل مرتين فقط وكيها تبقى تمام وزي الفل طبعا الزيت بتاعي بيبقى على النار يبقى زيت غازير شوية وبحيث انه نما انزل الفراغ يتبقى الزيت ما اغطيها تمام طلع معانا بالشكل ده تعالوا بقى نعمل مع بعض الطبق الرز الريزو بصلة كده مبشورة وهحط عليها كوركم وبابريكا وفلفل اسمر وشوية بصل بودر طوم بودر تمام شوية ملح كل ده على البصل لو هي بتتشوح كده في معلقة الزبدة هنقلب كده طبعا ريحة التوابل بتطلع على طول تجنن طبعا تمام هنزل بالرز دي كوباية ونص رز ده الرز البسمتي بينفش وبيبقى حلو جدا في الوصفة دي هنزل بمعلقة دي معلقة عسل اسود وصياسوس ومعلقة صياسوس تمام نزلت بيهم كده وهبدأ انزل بالمية بتاعتي انا ده كوباية ونص رز هحط لها كوبايتين مية تمام وهسيو بقى يستوي برحته طلع معانا بالشكل الجميل ده طبعا ريحته تجنن الفراخ طبعا استوته بقى زي الفل هدين عليها النار لحد ما استوته بقى زي الفل وطلع معانا الطبق ده بالشكل ده ما نجيبش الاكل من بره كل حاجة بتتعمل في البيت بنضافة وبتميز وبتبقى احلى من بره كتير جدا وبتبقى شوفوا الفراخ ما ارمشة وقادي الجنحة اللي انا خليتها من العظم كده بص عميز زي الدبوس الصغير شايفينها ازاي بجد وصفة سهلة وبسيطة والولاد بيحبوها جدا يا رب يكون الفيديو عجبكم وتكون الوصفة خفيفة عليكم لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملولي لايك للفيديو واشتراك في القناة وتعليقاتكم الحلوة اللي بتساعدني وشكرا لكم جزيرا اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد مع دودي كنتم مع دودي في مطبق دودي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة